استنتاجات هم عن أزمة الصحراء الغربية جذورها ودور هيئة الأمم المتحدة من 1975 إلى غاية 2003 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الخاتمة ونأمل من خلال هذا العمل المتواضع أننا غطينا جانبا من الحياة السياسية لأزمة الصحراء الغربية ونأمل كذلك أننا أجبنا على التساؤلات التي تم طرحها في الإشتالية وما توصلنا إليه من استنتاجات لا تعد أحتاما نهائية وحتى تكون هذه الدراسة منطلقة لدراسات أتاديمية علمية أخرى لذا وجدنا أنفسنا أماما مجموعة من النتائج تمثلت فيه إقليم الصحراء الغربية يتمتع بمميزات وخصائص ذات بعد استراتيجي حيث أنها تمثل بوابة لإفريقيا جنوب الصحراء اتفاقية مادريد الثلاثية خلفت أثار خطيرة على المنطقة حيث كانت السبب وراء انتهاء فترة الاستعمال أوروبي الإسباني لتفتح صفحة جديدة من النزاع بين المغرب والصحراء الغربية ظهور الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليزاريو تحارة تحررية قادة النظال الصحراوي ومطالبة باستقلال الإقليم ورافض لضمه إلى المغرب لوجو طرفين نزال الحوار تحت مضلة الأمم المتحدة بعد نزاع مسلح دام مدة من الزمن تأثير الموقف الجزاري الدائم للصحراويين على العلاقة بينه وبين المغرب والذي أصبح يقف عطبة في طرير تطور الاتحاد المغاربي فلا يمكن قيام واحدة مغاربية بعيدا عن حل مشكلة الصراح حول الصحراء الغربية عدز التدخل الدول عن التوصل لحل يرضي طرفين نزاع يعد تمسك المغربي بكون الإقليم الصحراوي هو جزء من السيادة المغربية وتمسك جبهة البوليزاريو بحط الشعب الصحراوي في ترير مصيرهم من بين أهم المعيطات التي حالت دون تقدم الطرفين المتنازعين في التسوية كما نستنتج أن المنظمات الإقليمية كان لها دور هي الأخرى في تسوية النزاع الصحراوي إلى أن هذا الدور كان محدودا فلم تتمكن من إيجاد حل يرضي الطرفين تباين عدود الفعل الأولية إزاق رضية الصحراء الغربية والدعم واضح من قبل الدول الكبرى للطرف المغربي التماطل في إجراء الاستفتاء الذي كان من المفترض إقامته في تسعينات القرن الماضي ولم يتم إجرائه لحد اليوم واتخاذ من الخلاف الحاصل بين طرفين نزاع حول تحديد هوية من يحط لهم التصويت حج لتأجيل هذا الاستفتاء عدس البحثة الأممية من راسو على إيجاد حل وسط بين جبهة البوليزاريو والمغرب حول مشتلة تحديد الهوية ونستنتج تذايت أن الأمم المتحدة قدمت عدة مشاريع لتسوية هذا النزاع إلى أنها لم تتمتن من الوصول إلى حل ولا يزال النزاع طائما بين جبهة البوليزاريو والمملة المغربية إلى يومنا هذا آملا منا في أن يتوصل الطرفين إلى حل وسط بينهما لإنهاء هذا النزاع اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على إبراهيم وعلى آل محمد 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 وع